سؤال حول التمويل الشخصي في بنك الررحل زيبنا صورة سائل بيقول يعني ماذا يقول يذهب العميل للبنك يريد تمويل شخصي ولكي يجعلوهم متوافقاً مع الشريعة يقوم البنك ببيع أسهم شركات العميل بيبيع له أسهم تمام يشتري العميل من البنك مائة سهل بقيد مثلاً ستين ألف ريال تقصت على خمس سنوات وفوراً والعميل في البنك تنزل في محفظة العميل يعني أصبح مالكاً لها يعني قبضها طيب الخطوة التالية يقوم العميل ببيع هذه الأسهم في أي وقت شاء بخمسين ألف ريال مثلاً يبقى خصر عشر تلاف ريال وخد سيولة خمسين ألف هذا دي طريقة شرعاً مقبولة ولا فيها شيء الجواب عن هذا أولاً يا رعاك الله لهذا البنك هيئة رقابة شرعية وهي أولى بالفتية في نوازل هذا البنك لكن ما دمت قد سألتنا فتعين علينا الجواب ينبغي وإفهم بدقة التفريق بين العينة والتورق مصطلح فقهي وشرعي دقيق فرق بين التورق والعينة التورق مشروع والعينة محرمة إيه التورق؟ تشتري السلعة عند البائع بثمن مؤجن ثم تبيعها نقداً لغير البائع ضع خطاً واثنين وثلاثاً وأربعاً تحت تقلمت لغير البائع للحصول على النقد وبالعامية المصرية والتي اشتراها بإحراءها يعني إيه بإحراءها؟ بيبيعها بأقل من ثمنها لأنه عايد فلوس لأنه عايد كاش هذه الصورة مشروعة الصورة مشروعة الشريعة أغلقت أبواب الربع وأغلقت همم الناس أبواب القرض الحسن فماذا يفعل المعوزون والمحتاجون؟ الصورة هذه ممكن تمثل مخرج لتوفية السيولة حاضرة اشتيصة يرى مثلاً بعشر تلاف دولار يبيعها لأي جهة تنهي بالسوق بتسعة تلاف ويقعد تسعة تلاف كاش وقد قيد عليه عشرة ألاف مؤجلة لسنة الاثنين بحسب التموير الذي حصل عليه ده اسمه التورق لكن بيبيعها لمن؟ لغير البائع لغير البائع لغير البائع هذا التورق جائز شرعاً قال به جمهور أهل العلم لأن الأصل في البيع الحل وأحل الله البيع وحرم الربع لكن جوازه مشروط بأن لا يبيع المشتري السلع بثمن أقل من مشتريه على بائعها الأول احذر ترجع عن نفس البائع ولا لوكيله من بيش عمل وكيل له براء ملبسه عمتان يغير أمته وبيشتري منك السلع لا لا للبائع ولا لوكيله لأن الله لا يخادع فإن فعل عاد بيع للبائع نفسه أو لوكيله فقد وقع في العينة المحرمة لاجتباله على حيلة الربع فصار عقداً محرماً العينة المحرمة أن يقوم البائع ببيع سلع بثمن مؤجل ثم يشتريها هو اشتريها هو هو ممن باعها عليه بأقل من ذلك الثمن نقلاً وهي لا تحل شرعها فهذه معالم في طريق التوين ينبغي أن تكون واضحة وأن يستفيد البلاغ بها بيننا توقن المكاسب الخبيثة والمكاسب المحرمة تمام